حضركم قلت حاجة مهمة إنه هم خدوا البدعة إنها كانت تصلح حسنة أو سيئة صحيح فعمموها على إنها سيئة فقط صحيح وشوهوا المصطلح طبعاً هم اختزلوا المفهوم يعني إحنا عندنا البدعة خمسة أنواع البدعة هناك بدعة واجبة وهناك بدعة مستحبة وهناك بدعة مباحة وهناك بدعة مكروهة وهناك بدعة حرام فمن البدعة مثلاً الواجبة رسول الله لم يقرأ في مصحف والمصحف بدأ جمعه سيدنا أب بكر ثم بعد ذلك طبعه سيدنا عثمان ثم بعد ذلك نشرت نسخه على يدي سيدنا عمر بن عبد العزيز إذن المصحف كان لم يكن على عائد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل الذي يجمع مبين دفتين وكان واجباً علينا أن نفعل هذا العلوم علم الفقه علم العقيدة علم أصول الفقه كل العلوم دي لم تكن بهذا الشكل في عصر رسول الله وكانت واجبة لأن هذا من حفظ الدين إذن هذه بدعة واجبة ثم بدعة مستحبة كما فعل سيدنا عمر في صلاة الترويح وبناء المساجد بهذا الشكل الذي فيه تعظيم لشعائر إلا من البدعة المستحبة أيضاً ومن البدعة المباحة الأكل الذي نأكله ولذلك إيه اللي حاصل رسول الله قال إن فيه طعمة لم يرضى أن يأكله ومع ذلك أباح للصحابة أن يأكلوه زي ما رسول الله ما أكلش الضب مثلاً فسيدنا خالد سأله أحرام هو يا رسول الله قال لكن نفسي تعافه لما يكن بأرض قومي فهناك بدعة مباحة زي الثياب اللي احنا لبسينه ده أقول لحظتك مثلاً من الحاجات اللي أتى بها التدين الكمي أنه كان يحتل حتى الثياب فأتى بالثياب مثلاً لا علاقة له بثياب رسول الله وقال إنه هو دوت هو ثياب رسول الله يعني مثلاً القميص اللي أنا لابسه الجلبية اللي أنا لابسه دي دي مش شكل جلبية قميص رسول الله قميص رسول الله أشبه باللبس الذي يلبسه أهلنا في الريف اللي هو بدون لياء يعني كل من رأى عباءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدها من غير لياء ولذلك الحديث اللي لما أمسك به اليهودي وفأثر ذلك في رقبته كان كل دار لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يلبس هذه اللياقة هذه اللياقة من الأشياء التي تتعلق ببعض المصرحات في التحليل السياسي بيقول أن دي ليه علاقة بالطبقية فأصحاب اللياقات البيضاء مشهورة جدا جدا فإذن هناك ما يسمى بالبضع المباح وهناك بالبضع المكروهة الأشياء التي تؤدي إلى الحرام هناك البضع الحرام كن بقى البضع الحرام زي الويسك والشامبانيا الويسك والشامبانيا ما كانش موجود لكنه بدعة وبدعة حرام إذن كل هذا هو رح مختزل مفهوم البضع بس في البضع الحرام لأنه في الحقيقة يريد أن يمنع فيضان النور الذي كان مع أهل التصوف فمسلا على سبيل المسال هو يأتي ويقول مثلا على أهل التصوف أنتوا ليه تتسموا باسم مسلا معين ليه تتسموا باسم التصوف تماما ما أنتم مسلمين أقول له يعني لماذا يعني أنت قبلت وصف سيدنا بلال بأنه الحبشي وسلمان الفارسي وصفنا كمان أهل المهاجرين والأنصار ما كلها أوصف موجودة لكن هو في الحقيقة كان يريد أن يأتي بنمط للتدايون جديد لا علاقة له بنمط التدايون الذي جرى عليه المسيون وقون قلبا مطمئنا راضيا الذي فعله التصوف بكل هذه الأشياء وكل الأفرح اللي عند المسيون الزينة وكل ده يدخل في قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخيروا مما يجمعون المسيون لما فرحوا كل هذا الفرح برمضان كانوا بيطبقوا مقتضى كتاب الله وفهمهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم